حسين انفورما ما تظلمش خلينا اقولك ايه اللي حصل حسين السنة اللي فاتت لما داخل البطولة ال WMBF في 2022 وانا كنت احكم فيها وقتها حسين يا جماعة اللي ما شافوش الحقيقة حسين صاحبي اللي ما شافش حسين على الحقيقة ما شاء الله ما شاء الله عملاق حسين ضخم فورمته فورما محترمة لما جي السنة اللي فاتت حسين كانت مشكلته انه هو ما كانش ناشف اوي لما جيب على السنة دي وشفته باكستيج لانا كنت داخل السنة دي لقو ما بصتله واو ال Upper body عنده مشا الله كبر كبر اكتر ومشا الله مشا الله ال Upper body عنده خطير بس حسين هقولك انا وجهة نظر الموافع على السنة كانت ايه المشاكل اللي كانت موجودة اول حاجة حسين لما دخل MEN's Physique ودي يا جماعة دايما المشكلة في موضوع MEN's Physique MEN's Physique في البطولات ال Natural مشكلتها او في البطولات عمتا انها Subjective اوي MEN's Physique عمتا لها Criteria في التحكيم اللي فيه تيبر وكلام ده كله بس المشكلة MEN's Physique بالضبط انا ابوصل لك كأنها البكيني بتاع الرجالة فممكن مثلا لو واحد من الحكام مش عاجبه حاجة شوية في شكلك بقى سواء كهيئتك شكل السكس باكس بتاعتك دحكتك شكل شعرك الكلام ده كله مش هتتصدقوا ان هو بيفرق في MEN's Physique الحاجة التانية وده اللي حصل قبل كده لما انا كنت واقف على الستيج لان انا في اول سنة دخلت دخلت MEN's Physique من الحاجات اللي خسرتني كMEN's Physique ان انا كنت أوفر شريدد كان في واحد واقف جنبي اللي خد برو كارد السنة اللي فاتت خسر من MEN's Physique مع انه خد برو كارد السنة اللي فاتت بس اول سنة دخلها خسر في MEN's Physique عشان كان أوفر مصل فهنا تيجي نقطة ان حسين فيه ناس ممكن من الحكام لان زي ما قلت لكم موضوع سبجيكتف قوي فيه ناس ببص تشوف حسين جسمه كبير على MEN's Physique لكن حسين نشافته كنشافة MEN's Physique كانت حلوة جدا ففيه ناس ببصره ان هو كبادي بيلدنج طيب لما حسين دخل بادي بيلدنج كهيئته كبادي بيلدر خطير لكن كوندشن بتاعه كبادي بيلدنج بالذات في رجله مش النشافة بتاعة البادي بيلدنج فعارفين حسين هنقول ان هو اتظلم في حيطة ان هو رأس على السنة ليه بقى لنقطة ليه حسين جي في النص معظم الوقت ومرتبش المشكلة جماعة واللي الناس كده مش فهمينها انا نفسي مثلا في نفس اليوم لما بدخلت برو شو في الاخر الجيرجيس لiotوني في النص بس مش معنى ان انت تحطيت فى النص معنى ان انت هترتب في معظم اللواءات كانت الآن اه في البطلات معنى ان انت تحطيت فى النص ان انت بترتب بس الفكرة ان اللي بيخليك تروح فى النص أو هاي امين او شمال ده لهت جيرجي لما بيستك فى النص فيه 48 حكام jin 매ule على اساس النقط كله على بعضها تحتدد escaped pH فانا مثلا لما جيت فى الـ overall انا خدت ogver roll and pop card او كل حاجة بس لما طلعت الهيت جارج قال لي انا حطيتك تالت بس ليه انا ما خدتش تالت اوفر اول وخدت رابع لان الحكام التانية لنقب بتاعتهم بتفرق فالهيت جارج نفسه بيحركك على الستيج لكن القرار في الاخر مش جاي للحكم ده حطك فين او مش جاي للمكان اللي انت كنت قد فيه على الستيج خلاصة يا جماعة حسين انا متأكد ان البطولة الجاية ايان كان هيدخلها امتا حسين اخد البرو كارد بتاعه وفتكروا الكلام انا قلته ده كويس حسين محتاج يحدد بس او يشوف الكريتيريا بتاعت جسمه ايه المكان الاحسن ليه هل هو منس فيزيك ولا هل هو بادي بيلدنج وانا بصراحة انا بالنسبالي انا من وجهة نظري انا شايف حسين احسن له ان هو يدخل بادي بيلدنج بس ينشف نفسه السنة والنقطة كمان اللي انتم ما تعرفوهاش ان حسين مشكلة رجله مش عارف يكبرها لان حسين عنده اصابات بالهابل في رجله فدي حاجة من الحاجات اللي مخليه حسين مش عارف اشتغل على رجله بشكل كفاية ان هو يكبر له بتاع رجله بس انا متأكد حسين لو جيب كونديشن اقوى شوية هيكسر الدنيا